إذن العام 2020 كان من أحد أسوأ الأعوام على الاقتصاد العالمي بسبب تدعيات جائحة كورونا وانتسببت فيه من تراجعات في الاقتصادات وفي القطاعات الاقتصادية الحيوية العالمية نلقي نظرع كيف كان الأداء للعام 2020 وما هي توقعات بعد بيوت الخبراء للعام 2021 بالنسبة للتراجع الاقتصادي كنا شاهدنا تراجع حاد مقارنة مع الأزمة المالية العالمية في 2008 إلا أن التراجعات كانت أكبر بكثير خاصة في المناطق منطقة تاليورا أو في الولايات المتحدة أو حتى في الصين أكبر الاقتصادات تراجعت بشكل كبير كذلك شاهدنا ارتفاع في خسائر الوظائف خلال هذه الفترة لما قارننا الوظائف التي تم خسارتها بخلال جائحة كورونا مع ذروة أزمة الديون الأوروبية في العام 2011 وكذلك أزمة المالية العالمية إلا أن الخسائر في الوظائف كانت بشكل أكبر في جائحة كورونا أو خلال جائحة كورونا خلال عام 2020 بسبب الإغلاقات الاقتصادية كذلك والتوظيف الذي تراجع بشكل كبير بالنسبة للشركات التي سرحت لعدد كبير من الموظفين بسبب هذه التداعية لدينا كذلك حجم الديون العالمية الذي شهد ارتفاع كبير وقد يشهد خلال عام 2020 بحسب صندوق النقد الدولي مقارنة مع ربما العوام الماضية سيكون هناك ارتفاع كبير في حجم الديون وذلك يعود للسياسة النقدية التي شهدناها خلال الفترة المقبلة وتراجع كبير بالنسبة للمعدلات الفائدة التي قامت باتباعه البنوك المركزية العالمية ما هي توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2020 وكذلك العام 2021 بالنسبة للتوقعات الحالية كانت اخر توقعات صندوق النقد الدولي بان التراجعات قد تصل لأكثر من أربعة في المئة خلال عام 2020 ولكن هناك روحا ما انفراجة بحسب هذه التوقعات التي قد تشير الى انه ستكون هناك ارتفاعات بأكثر من خمسة في المئة نمو خلال الفترة المقبلة كذلك قال صندوق النقد الدولي بان سيعدل توقعات خلال هذه السنة خلال السادس والعشرين من يناير بالنسبة لي التوقعات وماذا تحدث عنه صندوق النقد التباعد الاجتماعي قال بانه قد يستمر خلال الفترة المقبلة ما هذا سيضعف نوعا ما النمو وتسارع النمو انتعاش طويل وغير منتظم الاقتصاد العالمي إذن لا تزال تدعيات جائحة كورونا موجودة وخاصة لم تنتهي هذه الجائحة على الرغم من ربما إيجاد لقاح كورونا ولكن لم يتم اعتماد بشكل عام والانتهاء من هذه الجائحة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي كبيرة الاقتصاديين في الايام أفقالت بانه نتوقع ركودا أقل حد إلى حد ما من عام 2020 الدين المحلي كذلك بالنسبة للاقتصادات المتقدمة سيرتفع بأكثر من 125 في المئة للناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام والدين المحلي بالنسبة للاقتصادات الناشئة سيرتفع بـ 65 في المئة ها كانت هذه توقعات صندوق النقدمة بالنسبة لمورغنستان الذي توقع تراجعات كذلك بالنسبة للعام 2020 ولكن بالنسبة للعام 2021 هناك توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي بالنسبة للأسواق المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة أما بالنسبة لمعدلات الفقر على غرار التدعيات التي شاهدنا على الاقتصاد العالمي إلا أن جائحة كورونا ستدفع بمعدلات الفقر إلى الارتفاع كانت توقعات بأن معدلات الفقر ستتراجع قبل بداية الجائحة قبل العام 2020 ولكن على ما يبدو بأن جائحة كورونا عمقت من هذه أو بالنسبة لمعدلات الفقر وقد ترتفع هذه المعدلات وتصل إلى أكثر من 700 مليون فقير حول العالم بسبب تدعيات جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر